يزداد المشهد في المنطقة العربية قتامة يوما بعد آخر فعداد الدم لا يتوقف عن حصد المزيد من الأرواح ويأتي التوتر على الجبهة السورية التركية ليعقد المرحلة ويزيد من مخاطرها وأطلقت أنقرة عملية عسكرية ضد النظام السوري في إدلب مؤكدة في الوقت ذات عدم رغبتها في الصدام مع روسيا وأنها تعمل على تفادي ذلك ويشن النظام السوري بدعم جوي روسي منذ كان أول ديسمبر عملية دامية لاستعادة منطقة إدلب المعقل الأخير لمجموعات جهادية ومعارضة في سوريا ثارت هذه العملية خلافات بين أنقرة وموسكو فرغم أن تركيا تدعم بعض المجموعات المعارضة مقابل دعم روسيا للنظام لكن الطرفين عززات عونهما حول الملف السوري في السنوات الأخيرة طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطلع هذا الأسبوع من نظيره الروسي فلادمير بوتين الابتعادة من طريق تركيا في سوريا مؤكدا أن النظام السوري سيدفع ثمن هجماته التي قتل خلالها العشرات من الجنود الأتراك ويثير التصعيد في إدلب مخاوف المجتمع الدولي في ظل تدهور الوضع الإنساني في المحافظة وفي وقت تتبارز الدول على أرض سوريا يدفع مواطنوها البسطاء الثمن مشردين في بقاع العالم حيث نزح نحو مليون شخص من إدلب منذ بدء عملية النظام السوري في كانون أول ديسمبر وتخشى أنقرة التي تستقبل ثلاثة ملايين وستمائة ألف لاجئ سوري تدفقا جديدا للنازحين ويتلوح بفتح حدودها مع أوروبا وبدأت هذا الأسبوع بتنفيذ تهديداتها